الدار بودكاست الدولة المتسابحة تبحث باستمرار عن مصارات التصالح والرأفة وجبر الدارة والعفو عن السجناء أحد أهم المداخل التي توظفها الدولة من أجل فتح مجال السلم الاجتماعي وتكريس الوئام بين مختلف أركان المجتمع واسترجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم وهيئاتهم الرسمية والعفو الذي أقره جلالة الملك لصالح عالد من مزارعي نفتة القنب الهندي يمتل في اللحظة الحاضرة تفاتثا غاية في الأهمية بالنظر إلى أن منطقة الريف والقليم المعنية بزراعة هذه النفتة تشهد تحولات سيوسي اقتصادية مهمة منذ أن تم تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية قبل سنتين ومنذ أن أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي رخص تحويل هذه المادة وتصنيعها أصبح لدى بلادنا رهان الكبير على هذه الرفعة التنموية لكن لا يمكن أبدا أن تنطلق عملية تنبية لقالم الجبلية المعنية بزراعة القنب الهندي وهناك مئات بل الآلاف من المواطنين المتابعين قضائيا أو السجناء على خلفية زراعة هذه النفتة وذلك في ملفات سابقة أو الفارين المطاردين من العدالة إنهاء هذه الحالات الشادة التي كانت تعمل في إطار غير مشروع يمثل فرصة لفتح صفحة جديدة في المنطقة ومساعدة الساكن المحلية على الاندماج في الظورة الاقتصادية الجديدة التي فتحها هذا النشاط القانوني من خلال خلق ثعاونيات الخاصة بالزراعة والتحويل والصناعة والبحث عن أسواق الاستقبال في الدول الأخرى هذه الدينامية التنموية لا يمكن أن تستقيم دون ديناميكية إنسانية وحقوقية موازية والعلى العفو الملكي الذي جاء في ثوقيت مناسب جدا يضرب عصفرين بحجر واحد هناك أولا مستفيدون من السجناء المثابعين الذين سيعودون إلى أهلهم وذويهم ويساعدون حياثهم الطبيعية وهناك ثانيا المجتمع الجبلي الذي يجب أن يتعود على ثقافة العمل في إطار مشروع وقانوني فيما يتعلق بزراعة القنب الهندي الموجه أساسا للصناعة الصيدرانية هذا النوع من تحويل لهذه النبثة يمثل وحده سوقا واعدا للغاية تحفل بفرص الاستثمار والتنمية وقادرتنا لتحقيق معدلات نمو هائلة في هذا الميدان وبدلا من أن يقتصر الأمر على مجرد الإفراج عن بعض الحالات الإنسانية يمكن أن يتحول هذا الحالة إلى سياق وطني للتفكير في الكيفية المناسبة لاغتنام هذه الدينامية العفو إذن إشارة ملكية مهمة لمن يهمه الأمر ولكافة المتدخلين في هذا الشأن سواء تعلق الأمر بالساكنة المحلية أو المجتمع المدني أو المسؤولين الثرابيين أو القطاعات الحكومية المعنية بهذا الملف يجب أن يتحول هذا الشأن القضائي والأمني إلى مجرد ثاريخ وقصص للعبرة فقط وأن تتحول زراعة القن بالهندي إلى منحها الطبيعي والقانوني الذي يأمن فيه أهل هذا النشاط الزراعي دون أن يخشوا على أنفسهم من المثابعة أو العقوبات السجنية أو الاختفاء أو الفرار لأنهم لا يجدون مورد رزق غير هذا النشاط وهذا هو المعنى العميق للدولة المتسابحة التي نتحدث عنها باستمرار إنها ثراعي هذا البعد الإنساني الذي يحتاج إلى تكريس ثام ونهائي بمجرد طي هذا الملف يبقى على المجتمع المعني بهذا النشاط أن يستوعب اليوم هذه الرسالة البليغة وينخرط بنشاط وهمة في هذا الورش التنموي الهائل الذي يمكن أن يتحول إلى مورد رزق آمن وكاف وجسر بين هؤلاء المزارعين الباحثين عن لقمة العيش الكريمة ومؤسسات الدولة التي تريد تثمين هذا القطاع وجعله مصدر ثروة ينعم بها الجميع ولعل الدولة الذي سيلعبه المجتمع المدني في هذا الإطار يعد حاسما جدا ولا سيما بعد أن أضحت التشريعات والقوانين المنظمة واضحة وصريحة علاوة على أنظمة الدعم الموجهة للفلاحين الذين بإمكانهم اليوم الحصول على مساعدات تشمل بذورة وإنشاء الثعاونيات وتسهيز الأراضي بأجهزة الري والبحث عن منظومات التسويق المضمونة والمربحة العفو الملكي يمثل إذن طيا لصفحة من المعاناة والألم وفتحا لصفحة جديدة ملؤها الأمل والطموح والفرص الدار بودكاست